اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة معكم دوما على شاشة اكترا نيوز لمتابعة آخر التطورات في العديد من الملفات حول العالم البداية مع ملف الأزمة الإخصادية العالمية اشتركوا في القناة قطع معدنية مهمة تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والتي ستسمح لليابانيين بالحصول على اعفاءات ضربية من الولايات المتحدة ونقلت وكالة انباء كيودو اليابانية عن الوزير قوله ان الاتفاقية تهدف لبناء سلاسل من الامداد مريدة بالتعاون مع الولايات المتحدة كذلك الدول ذات التفكير المماثل لتأمين المعادن المهمة التي لا غنى عنها لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية مع توقع زيادة الطلب عليها بشكل اكبر رحبت المفاوضية الاوروبية باتفاق سياسي تم التوصل اليه بين البرلمان والمجلس الاوروبي بشأن زيادة عدد محطات اعادة الشحن الكهربائي والتزود بواقود الهايدروجين التي يمكن الوصول اليها بشكل عام لسيما عبر ممرات ومراكز النقل الرئيسية داخل الاتحاد الاوروبي ووصفت المفاوضية الاتفاق بانه تاريخي وسيمكن من الانتقال الى النقل عديم الانبعاثات ويصوم في خفض صاف الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الاقل بحلول عام 2030 حذر البنك الدولي من امن الاقتصاد العالمي قد يتحرك يعاني من عقد ضائع في حال عدم دعم تبني مبادرات لتعزيز الانتاجية والاستثمار وزيادة العمالة وقال البنك الدولي في تقرير ان متوسط النمو الاقتصادية العالمية من المحتمل ان يتراجع لادنى مستوياته في ثلاثة عقود عند 2.2% حتى عام 2030 مقابل متوسط نمو بقيمة 2.6% في الفترة بين عامين بين عامي 2011-2021 وثلاثة ونصف بالمئة بين الفين و الفين و عشر وللمزيد ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد هذه المقارنة دكتور محمود بعد التحية يعني تدل على فكرة الانخفاض منذ عام الفين حتى يومنا هذا مع توقع الكساد وهو كان متوقع منذ بداية هذا العام حتى قبل العملية العسكرية الاوكرانية لكن مع دخول العملية العسكرية الاوكرانية زادت تشاؤم وفكرة دخول الكساد العالمي فكرة زيادة التضخم بشكل كبير كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة وهذا المأزق خصوصا ان عام الفين و ثمانية كانت مشكلة اخرى لها يعني مرتبطة بالعقارات وما الى ذلك يعني خالص تحية فندي من حضرتك واللي المشاهدين الكرام يمكن يعني هذا بيؤكد في ذات السياق على نفس النمط التقارير الدولية اللي كان بيتكلم عنها الصندوق النقد الدولي والان البنك الدولي بيتحدث عن يعني عدم القدر على التفاؤل فيما تعلق ب تدايات الازمة المالية خصوصا في ظل هذا العقد وتحديدا في العام الفين ثلاثة و عشر ولكن يمكن هذا التقرير اللي بيعد يعني تقريرا موسعا بيضم الثلاثة تعقود يعني حتى النتائج المحتملة لبقية هذا العقد حتى الفين حتى عشرين ثلاثين واللي حقيقة الامر يمكن بيضم دول كثيرة في العالم يمتصل الى مية ثلاثة و سبعين دولة يمكن هذا التقرير بيوثق اتجاه كبير مثير للقلق و قسم الامر الى شيئين اولا فيما تعلق به وهذا مكما للخطورة انه جميع القوى الاقتصادية اللي كانت بتشكل القوى الدافع للتقدم و الرخاء على مدار العقود الثلاثة الماضية هي اخذة في التلاش و يمكن من المتوقع وفقا لهذا او هذه النتيجة انه متوسط النمو العالمي المحتمل لاجمال الناتج المحلي ما بين العامي اللي هو بقية هذا العقد الفين اثنين و عشرين و حتى الفين تلاتين حتنخفض بمقدار السلس يعني حتصل الى تقريبا اثنين و اثنين من عشرة في المية ذات الامر بينطبق حتى على اقتصاديات الدول النامية اللي حيكون الانخفاض فيها حادا بنفس القدر من ستة في المية سنويا ما بين العقد الاول الفين حتى الفين و عشرة الى اربعة في المية و بيؤكد التقرير ان هذه النسب سوف تزداد خطورة وتزداد تعقيدا في حال حجوث ازمات و يمكن السلاسة عقود حدث فيها و اثنين من اخطر الازمات الاقتصادية العالمية اللي هي ازمة الكوفيد في 2019 والازمة الروسية الاوكرانية اللي احنا بصددها كل هذه التقارير بتؤكد على حالة الضبابية و حالة الكساد الكبيرة الموجودة والتي تسوذ الاقتصاد واللي حقيقة العمر تدعياتها الاقتصادية يعني بتؤثر على كافة الدول بالنظر الى سيناريوهات الحل او الى كيفية الخروج مئا من هذا المعزق يمكن نفس التقرير البنك الدولي وضع اربع اطر اساسية للخروج من هذا المنطق لكنها في مجملها تدور حول فكرة التنسيق الدولي للخروج من هذه الازمة وان فكرة الجهود الفردية لكل دولة لن تؤتي ثمارة مهما كانت هذه السيناريوهات يعني يمكن بيتحدث عن الاتصاق والتوافق ما بين السياستين النقدية والسياسة المالية المتمثلة في الضرائب وتخفيض الديون وده يمكن كان واحد من اهم التوصيات للتعامل مع هذه الازمة لانه كثير من الدول التي عولت فقط على السياسات النقدية تواءن برفع سعر الفائدة او غيره اهي في حقيقة الامر لم تستطع بحال من الاحوال ان تكبح من جماح التضخم العمر الثاني وهو زيادة الاستثمارات لا مخرج لان المشكلة ليست مشكلة التضخم يعني المشكلة هي مشكلة ما يطلق عليه الركود التضخمي يعني زي ما العالم بيعاني من حالة كبيرة من ارتفاع الاسعار هو ايضا وفي ذات الوقت يعاني من حالة كبيرة من الكساد والركود وبالتالي واحد من اهم السيناريوهات للخروج من هذه الازمة هي زيادة الاستثمارات التي يمكن ان تحفز عملية الطلب وبالتالي بتزيد الانتاجية ايضا تحدث عن في ذات استياق عن السيناريو وهو له علاقة بخفض تكاليف التجارة وهنا طبعا مقصود بها التجارة التي ترتبط معظمها بالشحن البحري والخدمات اللوجستية واللواحة التنظيمية للوصول الى نتيجة اساسية فيها فكرة عدم مضاعف تكلفة السلع المتداولة عالميا لترويج او لزيادة الترويج لحجم التجارة الدولية اللي في النهاية برضي تحفز من عملية الاستثمار واكد كمان البنك في تقريره على مخرج وهو الاستفادة من قطاع الخدمات باعتبار انه قطاع الخدمات اليوم يعد واحد او يعد هو المحرك الاساسي والكبير للنمو الاقتصادي لانه كمان وفقا لاحظ هذا انه قفزت صادرات الخدمات وخصوص الخدمات المهنية المقدمة رقميا الخاصة بتكنولوجيا المعلومات الى اكثر من 50% من اجمال صادرات الخدمات في العالم او في العام تحديدا 2021 وارتفع بما يعادل 40% اذا ما قرنت به العام 2019 كل هذه السيناريوهات هي تدور في حالة كبيرة من التنسيق الدولي ما بين الدول وبعضها البعض وزيادة الانتاجية بشكل مع صعوبة ذلك يا دكتور يعني نحن نتحدث عن سواء دايما حضرتك تحدثت عن التجارة وزيادة التجارة زيادة الاستخمارات وما الى ذلك يحتاج الى هدوء يحتاج الى توقف هذه الحرب يحتاج الى توقف المزيد من الخلافات كيف يمكن ايضا تجاوز ذلك خصوصا مثلا بالحديث عن روسيا واوكرانيا وتأثر الحبوب والزيوت والبترول والغاز وكلها اشياء تعتبر امن قومي لعدد كبير من الدول خصوصا الانتحاد الاوروبي وما الى ذلك يعني حتى يتم تنفيذ هذه السيناريوهات لاني البنك الدولي هو في النهاية يتحدث عن مصارات علاقة بتخصوصه او بالملف الذي يتحدث عنه سواء كنا نتحدث عن زيادة الانتاجية او زيادة الاستثمار او تحريك عملية التجارة الدولية فالوضع سواء على المستوى الداخلي للدول او حتى على المستوى العالمي يعني المحدد الاقتصادي الاول الذي ياتي تحسى الصدد هو الاستقرار الامني والسياسي لا يمكن ابدا الحديث عن اي تنمية بمعناها الشامل دون ان يكون هناك حالة من الاستقرار الامني والسياسي وبالتالي هذا الصراع يجب ان يستقر ويعني نظرا للتداعيات الاقتصادية يجب ان يكون هناك تحرك دولي يشمل حقيقة الامر امرين اساسيا الاول هو محاولة التهديئة ما بين لان الامر يعني اذا ذكرنا انه ازمة روسية اوكرانية بهذا الشكل نعتبر قد اختزلناه كثيرا الامر في توصيفه الصحيح هي حالة من الصراع ما بين المعسكر الغربي والشرقي وبالتالي لا بد ان يكون هناك هدوء او على الاقل ان يتم بتدخل ايضا من الامم المتحدة والمهنسات الفرعية التابعة لا تجريم استخدام العقوبات الاقتصادية كأحد اطراف الصراع لا يمكن ان نتحدث عن زيادة حجم التجارة الدولية او زيادة الاستثمار وهناك من يلوح باستخدام صلاح الطاقة وهناك من يستخدم سلاح الغفاء لتحقيق اهدف سراتيجية او اهدف سياسية كل هذه الامور او كل ما حدث هو الذي يعني اوصلنا الى حالة لا يقين ثم انه لا يمكن ابدا لاي مستثمر سواء كان بيستثمر استثمارا داخليا او استثمارا اجنبيا خارج الحدود السياسية للدولة لا يمكن ان يستثمر في ظل وضع اكتنفه كثير من الغروض او حالة لا يقين التي تكتنف الاستثمار هناك قانون عام يحكم عملية الاستثمار يقول ان رأس المال جبان ويبحث عن المكان الذي يعظم ارباح وبالتالي في ظل هذه الضبابية التي لا يستطيع احد ان يتوقع ما الذي يمكن ان يحدث خلال الفترة القليلة المقبلة سواء في اصعار صرف العملات سواء حتى في عملية الاستثمار والمناخ الجازب لها لا يمكن ابدا الحديث عن استثمارات او تنمية او حتى زيادة ودعم للتجارة الدولية دون ان يستقر الوضع الصراع ما بين الطرفي الصراع نعم طيب دكتور يعني دعنا ايضا نتحدث عن يعني كما حالك ذكرت فكرة الجانبية الصراع وهو الجانب الغربي والجانب الشرقي كيف يمكن ايضا ان يؤثر التحالفات الجديدة العالم الجديد كما يقال في تكوين تحالفات تجارية وما الى ذلك قد تفيد الدول خصوصا الدول الخارجة عن هذا الصراع دول متقدمة دول نامية ايا كانت تصنيف هذه الدول يعني مشكلة هذه الازمة فندم ان الصراع الذي يستخدم ما بين المعسكر الشرقي والغربي هو تستخدم فيه ادوات الاقتصاد بمعنى انه بتستخدم العقوبات الاقتصادية كاحد اطراف الصراع لكن المشكلة هنا ان تداعيات هذه الازمة لا تنصب فقط على طرفي الصراع ولكن العالم كله متأثر بهذا الامر وخصوصا ونحن نعيش ما يطلق عليه ال بمعنى ان الازمات الاقتصادية او حتى حالات تنتقل بما يعرف بمنظور او بفكرة العدوى الاقتصادية يمكن بنشهد انهارده بنوك في اكثر من دولة وانتقلت بمنطقة العدوى الامر محتمل حدوثه في كثير من الدول وبالتالي الازمة التي حدثت لم تلقي بزلالها فقط على طرفي الصراع ولكن اثرت على كاف الدول العالم استخدام صلاح الطاقة كأحد ادوات الصراع القى بزلاله وكان سببا رئيسيا في ارتفاع عمليات التضخم بشكل كبير وادى يعني الى حالة من حالات الركود الصراع نفسه يعني القى بزلاله على تخوف وقلق المستثمرين من الاستثمار في اي دولة من العالم وبالتالي حتى تكون التحالفات والتكتلات الاقتصادية بين دول وبعضها البعض خارج اطراف هذا الصراع هي في النهاية تأثرت بهذا الامر علشان كده بنتكلم انه الخروج من هذه الازمة ليس فقط بسياسات فرضية ولكن يحتاج الى تنصيق دولي يجب ان تتدخل فيه الامم المتحدة ومؤسساتها التابعة لها الدكتور محمود عمبر استاذ الاقتصاد شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك مانو اقرر البرلمان الياباني ميزانية ميزانية قياسية تبلغ خيمتها 870 مليار دولار للسنة المالية الجديدة اعتبارا من ابريل المقبل لتعزيز القدرات الدفاعية ودعم الاقتصاد الذي يعاني من التضخم واشارت وكالة الانباء اليابانية كيودو الان ميزانية الدفاع هي الاكبر على الاطلاق تأتي الموافقة على ميزانية الدولة في وقت تكثف فيه اليابان المتقل بالديون من الانفاق لتخفيف العبء الواقع على الاسر بسبب ارتفاع اسعار السلع اليومية فقد وصل معدل التضخم من اسعار المستهلك الاساسية بالفعل الى اعلى مستوى له في اربعة عقود يرجع ذلك خالبا لارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام التي تضخمت اعلنت روسيا ان صادراتها النفطية الى الهند زادت 22 مرة خلال العام الماضي في مؤشر لتوجهها الى عمالقة القرى الاسيوية في خضم النزاع في اوكرانيا وقال نائب رئيس الوزراء المكلف او المكلف بشؤون الطاقة الاكساندر نوفاك اعيد توجيه غالبية مصادرنا للطاقة الى اسواق اخرى او الى اسواق لدول صديقة فاذا اخذنا على سبيل المثال شحنات النفط الى الهند فقد زادت 22 مرة العام الماضي حذرت مديرة صندوق النقطة الدولية كريسترينا جورجيفيا من استمرار توطأ النمو العالمي الى اقل من 3% بسبب تزاعيات جائحة كورونا وازمة اوكرانيا المزيد نتابعه في هذا التقرير عاما اخر مليون بالتحديات هذا ما اطلقه صندوق النقد الدولي على عام 2023 مع استمرار يزمات الاقتصاد العالمي وتزايد مخاطر الاستقرار المالي جراء ازمة المصارف الامريكية ورغم تحركات الدول المستمرة لتهديئة ضغوط السوق الا ان مديرة صندوق النقل الدولي كريستالينا جورجيفا دعت الى مواصلة توخي الحذر نتيجة طباط النمو العالمي الى اقل من 3% بسبب تداعيات جائحة كورونا وازمة اوكرانيا بجانب تجديد السياسة النقدية متوقعة ان يظل النمو العالمي اقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8% وستظل التقديرات ضعيفة اجمالا لعام 2024 تقديرات صندوق النقد للنمو العالمي بلغت 2.9% هذا العام مؤكدا مواصلته مراقبة التطورات عن كثب والعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي ومن المقرر ان تصدر تقديرات جديدة بالشهر المقبل خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن وفي الوقت ذاته حثت رئيسة صندوق النقد صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الانتاجية واعادة التوازن الى الاقتصاد لانه يعطي بعض الامل للاقتصاد العالمي فكل زيادة بواحد بالمئة في الناتج المحلي الصيني تؤدي الى زيادة بنحو 0.3% في نمو الاقتصادات الاسيوية الاخرى وافق مصرف فرست ستيزنر على شراء دوادائع وقروض بنك سيليكون فالي التي تبلغ قيمتها 119 مليار دولار كما تضمن الصفقة الاستحواذ على قروض وإدارة 17 فرعا لفالي وشراء حوالي 72 مليار دولار من أصول SVB بخصم 16 مليار و500 مليون دولار على أن يتبقى ما قيمته من الأوراق المالية والأصول الأخرى تحت الحراسة القضائية للتصرف فيها من قبل الهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع حذر مسؤول مصرفي أمريكي من احتمال حدوث أزمة ائتمانية تضع الولايات المتحدة على شفر ركود وذلك نتيجة الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي خلال الآونات الأخيرة تستمر الضغوط على القطاع المصرفي بالولايات المتحدة ما ينظر باحتمال حدوث أزمة ائتمانية تضع أكبر اقتصاد في العالم على شفر ركود الضغوط المصرفية التي بدأت مع انهيار بانك سيليكون فالي تمثلت في أغلاق أسواق المال خلال تلك الفترة في ظل قلق المقتردين والمقردين ما يشير إلى احتمال أن يحدث تأثير أكبر على الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي في مينيابوليس قال إنه من غير الوضح لأي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية على الاقتصاد وبالتالي معرفة أثر ذلك على قرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التالي بشأن أسعار الفائدة وأظهرت البيانات الأخيرة انتقال الأموال من البنوك الأصغر إلى البنوك الأكبر في الأيام التي عقبت انهيار سيليكون فالي رغم أن رئيس مجلس الاحتياطي للتحدي جوروم باول قال الأسبوع الماضي أنه يعتقد بأن الوضع استقر ولم تفلح رسائل الطمأن التي وجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى عملاء البنوك حيث سجلت بنوك الولايات المتحدة سحب 100 مليار دولار من حسابات عملائها الأمريكيين بعد انهيار بانك سيليكون فالي وألقى إفلاس بانك سيليكون فالي بتدعيته على اقتصاد الأمريكي بعد تقييمات سلبية دعمتها تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جونت يالن والتي أكدت أن أزمة بانك سيليكون فالي قد تتكرر مع بنوك أخرى في المستقبل تدرس هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية سبل محاسبة مسؤولي بانك كريدي سويس في أعقاب الأزمة التي عاصفت به وقالت رئيسة الهيئة أن التدخل السريع من بنك يو بي أس لإنقاذ منافسه كريدي سويس بضغط من الحكومة والسلطات التنظيمية أدى إلى جدل في سويسرا ويخشى العديد من المراقبين أن يكون حجم يو بي أس قد صار أكبر من قدراته بعد انهيار بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة تسعى الدول الأوروبية لاحتواء الموقف لديها لمنع حدوث ذلك لبنوك منطقة اليورو وقال البنك المركزي الأوروبي أن القطاع المصرفي يواجه فترة من عدم اليقين الشديد تحديات غير مسبوقة يواجهها الاقتصاد العالمي في الظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات على النمو العالمي ومعدلات التضخم فمع ارتفاع المخاطر والضغوط المصرفية جراء انهيار بنك السيليكون فالي بالولايات المتحدة تسعى الدول الأوروبية إلى احتواء الموقف لديها لمنع حدوث ذلك لبنوك منطقة اليورو لويس دين جيون دوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي قال إن البنك لديه تصور بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو وتضخم لافتا إلى أن القطاع المصرفي يواجه فترة من عدم اليقين الشديد إذ يتحدد النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة من دون التزام مسبق بإجراء محدد مضيفا أن ما حدث من اضطراب في النظام المصرفي الأمريكي وبنك كريدي سويس سيؤثر بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار خمسين في مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب الأسواق المالية العالمية بسبب إفلاس بعض البنوك الأمريكية حيث يعده رفع الفائدة هذا هو السادس على التوالي في منطقة اليورو ورغم خفض المنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم فإن الأرقام لا تزال تشير إلى أن نمو الأسعار لا يزال فوق هدفيه البالغ 2% لسنوات قادمة مما يشير إلى احتمال أن تطول فترة تمني سياسة النقدية متشددة شهدت أسهم شركات القطاع التكنولوجي انتعاشا كبيرا منذ اندلاع الأزمة المصرفية الأخيرة إلى حد باتت تعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين وارتفعت قيمة أسهم تلك الشركات بأكثر من 10% في وولستريد منذ أول بوادر العاصفة المزيد في هذا العرض مع الزميل كريم حادم أهلا بكم بعد أن ظلت لسنوات طويلة ينظر إليها على أنها كثيرة المخاطر وباهظة الثمن شهدت تأسهم شركات القطاع التكنولوجي انتعاشا كبيرا منذ اندلاع الأزمة المصرفية الأخيرة إلى حد باتت تعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين وارتفعت قيمة أسهم متى وألفابت ومايكروسوفت جميعها بأكثر من 10% منذ أولى بوادر العاصف التي اكتاحت القطاع المصرفي الأمريكي في بداية الشهر الجاري بينما تراجع في المقابل مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 2% من وجهة نظر المستثمرين فإن هذه الشركات التكنولوجية ذات القيمة السوقية الكبرى وجهة آمنة في الوقت الحاضر رغم أن ذلك تعارضوا مع الصورة التي لازمت القطاع التكنولوجي منذ انهيار فقاعة الانترنت العام 2000 على أنه قطاع غالبا ما يبالغ في تقييمه وتوقعاته المالية غير مؤكدة وينطوي على الكثير من المفاجآت غير الصارة ومن بين الأطراف التي توجهت إلى هذه الأسهم اختار عدد كبير منهم التخلي عن القطاع المالي خاصة بعد أن بات القطاع المصرفي الأمريكي ومعه الأوروبي في وضع هش جراء انهيار ثلاثة مصارف خلال بضعة أيام ما قود ثقة السوق في النظام المالي والذين انتقلوا إلى أسهم قطاع التكنولوجي وجدوا زيادات جذابة في قيمة الأصول نتجت عن عملية التصحيح المباغتة التي شاهدها قطاع التكنولوجي في 2022 نتيجة الخروج من وباء كوفيد 19 والدخول في حلقة تجديد سريع للسياسة النقدية ومنذ نهاية العام الماضي بات المستثمرون يحصلون من كبرى شركات التكنولوجي على ما يترقبونه وعلن العديد من كبار الشركات عن خطط لزيادة الكفاءة وترشيد التكاليف وآخر ورقة صبت لصالح شركات التكنولوجي كانت ابطاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجديد سياسته النقدية ما دفع عملاء البورثة إلى توقع وقف البنك المركزي نهج رفع معدلات الفائدة والانتقال إلى خفضها على مراحل حتى نهاية السنة وهو السيناريو الأمثل بالنسبة للشركات التكنولوجي الكبرى التي تعول على غرار القطاع بأكمله على شروط الاعتمادات لتمويل نموها السريع مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لانتعاش شركات القطاع التكنولوجي منذ اندلاع الأزمة المصرفية الأخيرة شكرا على المتابعة قال محافظ المركزي السويدي إيريك ثادن إن البنك ربما يكون قد قلل من شأن الضغوط التضخمية وسيضطر للالتزام بتوقعاته بشأن رفع معدل الفائدة مرة أخرى في أبريل المقبل كان المركزي في السويد قد رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار خمسين نقطة في فبراير الماضي وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار خمسة وعشرين أو خمسين في أبريل القادم وذلك مع تفاقم التضخم السويدي في فبراير الماضي إلى 9.4% استضافت العاصمة الصينية بكين منتدى التنمية الصينية مع التركيز على الفرص الاستثمارية والاستخرار السلاسل الصناعية العالمية والتحوض الأخضر وجمع الحدث أكثر من مئة مندوب من الخارج بما في ذلك المديرون التنفيذيون من الشركات متعددة الجنسيات والعلماء الأجانب وممثلون منظمات الدولية يواصل المسؤولون الأمريكيون مراقبة وضع بنك فيرست ريبابليك بعد أن تراجع سهمه بأكثر من 90% هذا الشهر وجعله أرضة للانهيار يأتي هذا فيما تدرس السلطات الأمريكية توسيع تسهيل للإقراض الطارئ للبنوك مخاوف تثار من وقوع بنك فيرست ريبابليك الأمريكي ضحية للقوى نفسها التي تسببت في انهيار ثلاثة بنوك أمريكية في الآوينة الأخيرة عندما كبدها تهافت العملاء على سحب أموالهم خسائر في قيمة الأصول كان سهم بنك فيرست ريبابليك شهيدا خفاضا بأكثر من 90% هذا الشهر بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها كبرى البنوك الأمريكية له وفي ظل التقلبات الشديدة التي شهدتها أسهم البنك أعلنت وكالة فتش للتصنيف الاعتماني قبل أيام تخفيض التصنيف الاعتماني لفيرست ريبابليك لتزيد من معاناته ومع تلك التطورات تدرس السلطات الأمريكية توسيع تسهيل للإقراض الطارئ للبنوك في محاولة لمنح فيرست ريبابليك مزيدا من الوقت لدعم ميزانيته العمومية فيما يواصل المسؤولون الأمريكيون مراقبة سلامة البنك وتقدمه في توفيق أوضاعه عن كثب لمعرفة أي تغيير غير متوقع في الوضع وبينما تتواصل تلك المحادثات التي وصفت بالسرية ترى الهيئات التنظيمية أن ودائع فيرست ريبابليك مستقرة وليست عرضة للتدافع المفاجئ الذي دفع إلى فرض حراسة على السيليكون فالي في غضون أيام قليلة مؤكدة أن البنك مستقر بما يكفي للعمل دون أي تدخل فوري ودعمت الهيئات التنظيمية رؤيها بحوزة البنك على سيولة لتلبية احتياجات العملاء تشمل ضخ 11 مؤسسة مصرفية أمريكية حزمة نقدية بنحو 30 مليار دولار للبنك لإنقاذه من الانهيار ذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ليويس ديجواندوز أن القطاع المصرفي يواجه فترة من عدم اليقين الشديد وأوضح أن النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة يتحدد في كل اجتماع على حدة دون التزام مسبق بإجراء محدد مضيفا أن التساؤل يدور الآن حول تدعيات الأحداث في النظام المصرفي الأمريكي وبنك كريدي سويس على اقتصاد منطقة اليورون أظهرت البيانات زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مع تراجع الأسعار إلى مستويات ما قبل اندلاع أزمة أوكرانيا ومن شأن هذه الزيادة أن تضع ضغوطا محتملة على عمليات التجهيز لفصل الشتاء المقبل الذي يتسم بإمدادات روسية محدودة أو غير موجودة مع تراجع الأسعار إلى مستويات ما قبل اندلاع أزمة أوكرانيا بدأت الشركات الأوروبية تزيد من استهلاك الغاز الطبيعي بيانات هولندية كشفت عن زيادات أسبوعية في استهلاك الغاز هي الأكبر خلال العام القاري في حين أظهرت أرقام شبكات الإمداد بالغاز في فرنسا وإسبانيا مؤشرات على زيادة طلب المصافي خلال فبراير الماضي عما كان عليه قبل عام هذه الطفرة في الاستهلاك ترجع إلى انتقال العديد من الشركات الأوروبية إلى الاعتماد على الغاز بدلا من الديزل أو الوقود مع انخفاض الأسعار الأمر الذي يزيد من الطلب ومع أن هذه الزيادتات تعد إيجابية للاقتصاد الأوروبي إلا أنها تضع ضغوطا محتملة على عمليات التجيز لفصل الشتاء المقبل والذي يتسم بإمدادات روسية محدودة أو حتى غير موجودة فمن شان أي تعاف سريع أن يدفع الأسعار إلى ما يفوق 100 يورو لكل ميجاوات ساعة خلال العام القاري من 40 يورو تقريبا حاليا ويستنزف المخزونات كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ارتفعت بشكل كبير طوال العام الماضي بسبب الأزمة الروسية الأكرانية وبلغت ذروتها أكثر من 300 يورو غير أن الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية ويرجع أحد أسباب ذلك إلى امتلاء منشآت تخزين الغاز وتسجيل درجات حرارة أدفاء من المعتاد في فصل الشتاء ارتفعت أسعار النفط خلال تعملات اليوم إذ ركزت الأسواق على تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب صعدت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 0.3% لتصل إلى 78 دولاراً وستين للبرميل لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل خامس خسارة شهرية واسطى مخاوف من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي بنحو 0.6% ليصل إلى 73 دولاراً و23 سنة للبرميل ترجعت أسعار الدهب نتيجة تحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهديئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي خفض الدهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1952 دولاراً للأقية كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.1% عند مستوى 1971 دولاراً للأقية صعدت معاشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع انتعاش أمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة للاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الأمريكي التفع مؤشر ستوكس يوروب بقيمة 0.7% مواصلاً الصعودة لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أمريكيين متوسطين الحج مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه التقطيع أهلاً بكم مشاهدين الكرام مجدداً في هذه التقطيع الخاصة المستمرة مع حضراتكم ونخصص هذه الفقرة للحديث عن ملف الكبارة الطبيعية والتغيرات المناخية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلنت السلطات الإسبانية إجلاء مواطنين من عدة قرى في شرق إسبانيا بسبب اشتعال حرائق غابات جديدة وتواصل سلطات جهود السيطرة على الحرائق التي أدت لتدمير عدد من المسيحات المنزرعة والأشجار جهود كبيرة متواصلة في إسبانيا للسيطرة على حرائق الغابات المستمرة في الاشتعال السلطات الأسبانية أعلنت في بيان جديد إجلاء مواطنين من عدة قرى في شرق البلاد بسبب اشتعال حرائق جديدة وذلك تحسبا لأي أضرار كما يواصل رجال الإنقاذ جهود احتواء الحرائق أضرار كبيرة خلفتها الحرائق الأولى في إسبانيا خلال عام 2023 حيث أدت إلى تدمير مساحات كبيرة من الأشجار وصلت إلى أكثر من مائة ألف فدان كما شهدت منطقة فلناسيا أضرارا كبيرة في المساحات المزرعة بالإضافة إلى استمرار إجلاء ألاف المواطنين عن منازلهم كما انقطع الطيار الكهربائي عن بعض المناطق الأسبانية بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق خدمات الطوارئ أعلنت أن أكثر من خمسمائة عامل إطفاء تدعمهم عشرون طائرة يكافحون الحرائق منذ أيام وكانت الأرصاد الجوية الإسبانية كانت قد أعلنت أن إسبانيا دخلت رسميا فترة جفاف طويلة الأمد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار في السنوات الثلاث الماضية ومن المرجح أن تواجه عاما جديدا من موجات الحر وحرائق الغابات في صيف عام الفين ثلاثة وعشرين وكانت إسبانيا قد شهدت العام الماضي أسوأ حريق غابات حيث سجل برنامج مراقبات الأرض تابع للاتحاد الأوروبي أربعمائة وثلاثة وتسعين حريق غابات تواصل السلطات الأمريكية تقديم المساعدات لاحتواء آثار الأعصار المدمر في ولاية ميسيسابي إنما توقعت هيئة الطوارئ هبوب عواصفة قوية في بعض مناطق ميسيسابي ضربت حبات برد كبيرة ورياح عاتية مدينة أست بوينت في ولاية جورجيا الأمريكية ما زاد من سوء الأحوال الجوية التي شهدت في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة في الأيام الماضية بلغ قطر حبات البرد نحو 2.4 من السمت متران من جانبها أصدرت الخدمة الوطنية للتقصي بالولايات المتحدة تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق التي ضربتها العاصفة في جورجيا وألبانا إنما أعلن حاكم جورجيا حالة الطوارئ وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور تحسين شعلة رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئية وضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة دكتور بعد التحية نحن الآن نخصص فقرة عن هذه الحوادث أو هذه العواصف والتغيرات المناخية المختلفة في دول عدة سواء في أوروبا أو حتى في أمريكا هل يمكن أن نصف ذلك هذا تأثير مباشر للتغيرات المناخية وما يحدث من انبعاتات وما إلى ذلك؟ في البداية برحب بحضرتك وبقول لكل أستاذ المستمعين والمشاهدين لتعامل حضرتك بخير في البداية يجب أن أشير إلى أو يجب أن تنوي تكتور المركزي في جمهورية مصر العربية في كل شهر وشهر 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 وللناس تقريبا حول العالم أشهدت به بس بل أسد أن جميع الناس لم يلحظوا أن فيم الشرم السوف كانت لها مضوط إيجابي ولها رؤية متميزة لما سيحدث سابقا أو لاحقا من أثار التغيرات المناسبة وبالتالي ما نشاهده حاليا يرجعنا إلى نتائج أو سيادة كمة شرم الشيخ والتي يجب الالتزام بها لمواجهة الأثار التي نعاني منها حاليا يعني مثلا من أربع أيام قريبا أصل حريق كبير في الغابات في شرصاي سباني في منطقة فالانسي طيب الحريق ده هل الحريق ده ناتج لحظة؟ لا الحريق ده ناتج أنه فيه جفاف حصل في منطقة فالانسي كلام ده من شهر أغسطس 2020 ونتج عنه حراي الحراي دي طبعا بتأدي إلى إلى خسائر فادحة لأسفانيا بالخسائر فادحة دي هل توازي المئة مليار دولار المؤتمر كمة شرم الشيخ اللي أشار به لمواجهة أسار التغيرات المناخية كان فيه خطتين أو توصيات بتنتد إلى خطتين خطة لمواجهة الأسار التغيرات المناخية وخطة إلى التكايف مع الأضرار اللي هو سندوق الأضرار اللي أشارت اللي كان من ضمن توصيات مؤتمر شرم الشيخ طيب الجفاف ده هينتج عنه إيه؟ الجفاف ده ناتج عنه الحريقة اللي احنا يعني سمعنا بها لحظة من منذ أربع أيام وأدى إلى وفاة أكثر من 500 شرم والنزوح السكان من منطقة فالانسيا إلى مناطق وفتة فالانسيا دي مش تهرة بإيه بردو هنا فيه زرعات يعني أسبانيا في ذات البرتقال زرعة الموالح أو الحمضيات مشهورة بيها جدا فالانسيا حتى هو فيه طنف من البرتقال اسم فالانسيا فده بيؤدي إلى خسائر فادحة يعني فيه خسائر في الأرواح يؤدي إلى خسائر فيه الإنتاج الزراعي يؤدي إلى كوارث لا تحمد بها فالجفاف يؤدي نحن كما ذكرنا مسبقاً أن الجفاف ده يؤدي إلى نزوح السكان من المنطقة دي لمناطق أخرى وبالتالي هيحصل يعني هيوصلوا الفين بعد كده لو الجفاف ده يعني مثلاً أنه فيه تقارير صدرت عن المرصد العالمي للجفاف في العام الماضي بأن أوروبا يقول لك شهدت أشوأ موجة جفاف من منذ 500 عام يعني ده دليل واضح أن مؤتمر كمة شرم الشيخ كان مؤتمر من توصياته حتة أن أنا لازم أحافظ على يعني أحافظ على حيث التغيرات المناخية أنها ما تزدتش عن واحد ونصف يعني أشار بها سيادة الرئيس في كمة باريس اللي هي في ديسمبر 2015 قال لك ده كان من ضمن البنود اللي سيادة الرئيس عددت أشار لها أن يجب على المئة دول العالم أن تحافظ على درجة الحرارة أنها لا تزيد عن واحد ونصف درجة يعني بقى حالياً بنشهد أن الدرجات الحرارة وصلت اتفاع متواصل الدرجات الحرارة وصلت إلى واحد واحد من عشرة منذ بدء العصر اجتماعي فدي كارثة إحنا العالم لم ولن يدركها إلا بالرجوع اللي يجب أن يحصل مؤتمر بيقولوا يعني الممكن يكون مؤتمر طارق تاني أو اجتماع طارق لدول العالم مرة أخرى لمنقش التوصيات في كمة شرم الشيخ والسير على تنفذها اللي يجب أن يكون تنفذها حتة جفاف نهر المستساب اللي احنا بنشوفه حالياً يعني ده برضو من ضمن الحاجات اللي الناس بدأت يعني يعني يسلم الجفاف نهر ده يعني 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 يغلب من الممارد التجاري التجاري يعوف الملاحة التجارية هناك تب هيأثر على الاقتصاد تب جفاف النهر ده هيأثر برضو على الحياة الزرعية حواليه الموضوع الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة ما لم يتم عمل اجتماع طارق أو مؤتمر طارق بجميع دول العالم بمناقشة تحيفية مواجهة التغيرات المناخية التغيرات المناخية هنا لا تعني جفاف نهر المستسيب فقط لا تعني الحرقة التي تحدث في أوروبا حاليا ولكن بتعني أن خسار الأرواح انتشار الأمراض ده يؤدي إلى كوارث ولن يحمد عقبها ما لم يتم الاستفادة من توصيات مؤتمر كمة شرم الشيخ 27 اتجاها إلى كمة الإمارات 28 يجد الوصول إلى حلول جزرية لمواجهة التغيرات المناخية وفي حالة عدم وجود حلول جزرية أو حدم تعاون جميع دول العالم لمواجهة هذا القطر سوف يكون التوارث وخيمة الجفاف في الطقس والتطرف في التغيرات المناخية ده يؤدي إلى نوع من إجهار التجارة العالمية في أجزاء كبيرة من العالم الموضوع تاريسي في كل المقايم وهناك خسارة للحيوانات هناك خسارة للأشجار وما إلى ذلك ليس فقط هي الخسارة أن أتعرض البعض لعواصف أو حتى حرائق يعني كما ذكرت حقيقاً العديد من الخسائر يعني فيه عدد كبير من الكائنات الحية ما هي العملية؟ أن العملية مستمرة في جميع الأحوال حتة التغيرات البيولوجية يعني سأل بها لحضرتك أن أتهم من ضمن سمة شرم الشيخ حتة التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي نتيجة الجفاف يحدش إيه؟ يحدش وجود بعض الكائنات أنها بتستمر وتقدر تعيش في الظروف البيئية الجفة وبعض الكائنات الأخرى بتختفي وتندسر إلى الأبد الموضوع مش مجرد أن هو بتختفي وتندسر فقط لا بتختفي وتندسر إلى الأبد ولن تعود حتة التأثير على الزراعة حتة التأثير على السكات حتة التأثير على التجارة حتة أن بعد كده أن هل يعقل أن جميع دول العالم سوف يتركون بعض المناطق من دول العالم ويتجهون إلى مناطق أخرى يعني كان دايماً الناس يقولوا فيه لجوء سياسي قال بقى حضرتك أن يصدر مؤخراً ترارات في مثلاً ولايات المتحدة في في الإنجلترا وبعض الدول العالم أن فيه حاجة اسمها لجوء لنتيجة للتغير المناخ شوف تخيل حضرتك أن الناس بدأوا حوالين العالم يدركوا مدى أهمية التغيرات المناخية وبقى فيه حاجة اسمها لجوء بسبب التغيرات المناخية وأنا بقول لحضرتك في أفريقيا من ضمن المناطق منطقة المغرب أنا بقول لحضرتك هي بقى من ضمن المناطق اللي هتتعرض لخطر شديد جداً يحدث فيها لجوء نتيجة للتغيرات المناخية التي ستحدث هناك مستقبلاً نتكلم على عشرين خمسين فالموضوع يعني على المستوى العالمي يجب التدخل بقوة وعقد كمة تغير مناخ فارق للوصول لحلول جزرية ويجب عمل قمة مناخ على مستوى أفريقيا يعني لأن جمهورة العربية رائدة في أفريقيا ليه عقد للوصول لحلول جزرية لمواجهة تغيرات المناخية في أفريقيا وأنا بأشير من قناتكم المسترمة أن الموضوع يعني فيه خطورة أو فيه تزايد الخطر ويجب الوصول إلى حلول جزرية نعم هم نشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا دكتور تحسين شعل الرئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئية عضو الاتحاد العربي للمناخ والبيئة على كل هذا الحديث وكل هذا التحليل جهود أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسبي بعد عصفة قوية اكتاحة الولاية مع أصفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل يأتي هذا في مقال البيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات فدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة بعدما اكتاحتها واصف قوية أودت بحياة عشرة الأشخاص وشردت المئات صدق رئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية ميسيسبي جنوب شرقي البلاد البيت الأبيض وفي بيان له قال أن رئيس بايدن أمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة جراء الإعصار لفتن إلى أنه سيجري تقديم التمويل إلى المتضررين في مقاطعات عدة بالولاية وستخصص المساعدات الفدرالية لإقامة مساكن مؤقتة للضحايا وفي أعمال التصليح وللخصول على قروض بنسب فائدة متدنية لتغطية الخسائر اللاحقة بممتلكات لا تشملها عقود تأمين حاكم ولاية ميسيسبي قال إن الأعصار تسبب في أضرار هائلة بعدما ضربت المنطقة واصف وأعصار عبر مسافة زادت على 150 كيلو متر من غرب ميسيسبي إلى شرقه وذكرت أجهزة الطوارع في ميسيسبي أن الكارثة خلفت عشرات الجرحة ومئات المشردين فضلا عن حرمان نحو خمسة ألاف شخص من سكان الولاية من التيار الكهربائي في ولاية ألباما المجاورة يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه فرق البحث والأنقاذ عملها بحثا عن ضخايا محتملين وسط أنقاذ المنازل والمباني التجارية والمباني الحكومية وسط استمرار تحذيرات من خطر حدوث تقص أكثر قسوة بما في ذلك الرياح العاتية والبرد الكبير والأعصير المحتملة في شرق ولاية لوزيانا وجنوب وسط ميسيسبي وجنوب ألباما مشاهد الضمار تخيم على مناطق عدة في ولاية ميسيسبي الأمريكية جراء إعصار وعواصف رعضية عاتية عشرات القتل والمصابين والمفقودين هم ضحايا الإعصار الذي ضرب مناطق ريفية في ولاية ميسيسبي امتدت لمسافة تجاوزت مائة وستين كيلو مترا الطقس القاسي تسبب في تساقط حبات برد بحجم كرات الجلف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما جعل الكثير من من كانوا في طريق العصفة عرضة خطر شديد هدد حياتهم بلدة سيلفر سيتي في غرب الولاية من أكثر المناطق تضررا حيث تواصل فرق الإنقاذ تمشيط الحطام بحثا عن ناجين بالبلدة فرق الإنقاذ تعمل أيضا في بلدة رولينج التي تعرضت لوطأة الإعصار حيث ما زال الكثير محاصرين في منازلهم الإعصار تسبب في ضمار عدة بلدات ريفية إذ تم هدم الأشجار وخطوط الكهرباء فيما أشرت أنباء الانقطاع الطيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأشخاص وفيما تستعد العديد من الولايات الجنوبية الأخرى لعواصف قوية طلبت السلطات من السكان البقاء بعيدا عن خطوط الكهرباء المتضررة وعدم دخول المباني أو السير عبر المناطق المتضررة أو المعرضة لخطر الفيضانات بالتزامن تعرضت البرازيل لموجة من التقس السيء حيث خلفت الفيضانات التي ضربت شمال غرب البرازيل ضمارا كبيرا بعد أن اجتاحت المياه الأحياء والمنازل وفي هذا السياق قالت السلطات البرازيلية إن الأمطار الغزيرة في ريو برانكو تسببت في تشريد نحو ستين عائلة إلى هنا مشاهدين أكرم تنتهي هذه التقطيع الحية على شاشة إكسر نيوز انتظرونا بعد قليل ونشرة الثانية عشر بعد قليل والزميلة نانسي نور اشتركوا في القناة